مسحسل حارة القبة الحلقة الرابعة بتبدأ الحلقة بالجيش الوصمالي من ضمنهم الشويش داود لما دخل علشان يفتش عن الناس الهربين وكان من ضمنهم عادل بعد كده شاف البنت وعجبته جدا فاخدها وكان عايز يغتصبها وطبعا كل ده قدام ابوها وهدده بالسلاح وفدل يقول له ما تغتصبهاش سبحا لكن طبعا مافيش فايدة فيه قال لي اللي انا عايزه هعمله وطبعا المفروض انه في الوقت ده عادل كان هرب ان الراجل التركي قال له خد بعضك وخد السلاح معاك وروح بسرعة اهرام لكن الاول ما شاف المنظر طلع يجري وجه وانقذ البنت وخبط الشويش داود على دماغ وقعه البنت فضلت تتشكر له جدا وبعد كده فضلوا يتكلموا ويشوفوا هيعملوا ايه بس في الاول قالوا اللي عائلة التركية خدوا اللي ليكو ويمشوا من هنا بسرعة وسابوا الشويش داود مرمي وقرروا انه هم مش حيموتوه بس هيرجوتوه يمشوا وبالفعل رابطوه وهيرب عادل ومعاه الراجل التاني اما بالنسبة لطبنجا وابو الريح فطبعا شغالين بلطجية بيروحوا لابوساعد في الكتاب وعايزين فلوس لكن طبعا بيقولهم بلاش الكلام دا قدام الاولاد بيجي ابنه وبيهددهم فبيمشوا ويخافوا اما بالنسبة للبنت التركية فبتشكر عادل جدا وبتديله تسكاره وبتمشي اما هنا فكانت بهيجة عايزة فستان جزها قال لها خلاص خدي فستان من بتوع مراتي نافيسة ويعمليهم فستانية وخلاص ما فيش فلوس لأي فستان بيقول مراتي انه زهقان جدا بيقول لي طبعا ملك يانسون قال لها انا زهقان مش معديتي واجعاني انا بقولك انا زهقان يعني شوفيلك جوازة كده تانية علشان خاطر انا عايزة تجوز واحدة كده تفرح قلبي دوريلي على العروسة يعني طبعا هنا بالنسبة لابو العز اول ما شاف مراتي سهيلة نامت فقام واخد السلاح وخرج برا ويتسحب اول ما خرج لقى ام ليلة او نائلة مستنياه فراح معها يا ترى راحوا فين بعد كده نيجل طبانجا وابو الريح قاعدين بيتفقوا هيعملوا ايه في حياتهم دي واللي محدش معبرهم لو ماتوا محدش اصرا هيسأل فيهم بعد كده بيقرر انه يجيب السندوق من عند ابو العز الغازي بيه هنا سعاد ومامة منيرة بيقنعوها انها تتطلق من عادل لانه تأخر جدا وما منهاش مهروب انها تتجوز اخوه عمار لانها محسوب عليهم ويجيب لها جهاز وكمان ادهب فبدل مطبور المفروض ان هي تقبل بيه خلاص لان محدش هيرضى يتجوزها بعد ما فضلت اربع سنين تقريبا مع عادل والمفروض ان هي دلوقتي على زميته طبعا كان بكتاب طبعا بتقول له انا مش عايزة اتجوز عمار لكن برضو بيصروا على رأيهم بعد كده طبانجا وابو الريح بيروح وبينطوا على السطوح بتاع ابو العزة علشان يسرقوا السندوق اللي موجود عنده بيشوفوا طبعا مفاجئة بيشوفوا فاطمة بنته وعمار بيتلاقوا مع بعض على السطح ويفضلوا يتكلموا في امور الحب بينهم وازاي حيتقدم لها وبيقول لها ان هو ممكن يبعد جميلة مرات اخوه سامير عشان يتقدم لها كل ده طبعا وهم سامعين وبيفكروا في حاجة بتسمع صدفة بتنزل بتسأل اختها بتقول لها ما فيش اي حاجة انا ما خطلعتش فوق بتستغرب وبتقول يطرى الاسوات دي من اين بالظبط قررت لها ما تلاقيش يمكن انت ولا حاجة نجوا ع السطح وشافت عزه تحته مع الحصان بتاعته وعماله بتبصي له كده شكلها معجبة بيه بعد كده بيجي سليه بيوقف قدامه وبيقول له هي الفرسة دي قصيلة رده قادل لو بتفهم في الفرس ما كنت سألت السؤال ده انت مين فسابه ومشي من غير ما يتكلم معاه ولاحظ علي انه مش طبيعي كده ومشي على طول بعد كده بتروح نجوا عشان توديله الاكل اما هنا فكان ابو العز قاعد مع سهيلة وبيقول له انه مش حاسكت لابنه ولازم حيحاسبه النهاردة بتقول له انها خايفة حد من اهل ضايعته يعرف موضوع الجواز قالت له ضايع هنا عارفة لكن اهل ضايعتك لو عرفه هتبقى مشكلة بعد كده بتيجي نجوا وبتاخد اكل من عند محرى بتروح عشان تقدمهم لعزه طبعا بتعرفوا على نفسها ان هي نجوا بنت عغازي بك وان سهيلة تبقى عمتها سهيلة دي طبعا تبقى مرات وبتقول له كمان انها بتحب الفرس جدا بيقولها سمحيلي مش حقدر ان انا خليكي تركبيها في الاسناء دي بتعدي مهرب الاكل لسليم وبتشوف المنظر ده وهم قاعدين بيتكلموا مع بعض فبتدخل طبعا وبتقول سليم ان دلوقتي اجمل بنت موجودة في القصر بتقدم الاكل لعزه وطبعا بيتدايق جدا لما يعرف ان نجوه بدأت انها تروح لعزه بعد كده بيتكلم الولد عزه مع ابوه لما بيشوفه وبيقوله ايه لجابك هنا وانا مش هحاسبك على اللي عملته قاله انه كان عايز يهرب وقال له طبعا هعمله دلوقتي يا بابا قال له خلاص انت هتفضل هنا قال له ما هنا فيه برضو عصمانلية قال له لا اللي متعرفوش ان ابو غازي كان عامل اتفاقية مع العصمانليين مديهم سنوية علشان خاطر ما يجوش ناحية هنا ولا ياخد الشباب اللي هنا علشان كده هخليك تفضل قاعد هنا انا عندي بيت وهخليك توعد فيه كمان وما تقلعش من اي حاجة فبيشكره جدا بعد كده نيجي لغازي اللي قاعد بيتخانق مع سهيل اخته هو بيقول لها انت ازاي تخلي عزه ده يجي هنا لما يجي خلي ابوه ياخده بروحه بعيد بتقول انها ما تقدرش تقول الكلام ده الجزء رده وقال حتقول له الكلام ده او انا ممكن اقول له انه ياخدك انت كمان معاه وياخد عيالك ويروحوا كلهم من هنا لكن طبعا بتقوله انا مش حامش من هنا لان ليا التلت طبعا بيتخانق معاه ويمسكها وكده وبيبعايز يخنقها ويقول لها انت ازاي تقول الكلام زي ده بتقوله انه لها التلت في المراس ومفروض انه هي ما تبشيش من بيت ابوها غلى ما تبقى عايزة وفي اثناء ما هما بيتخانقوا مع بعض وبيشدوا كده لو كان حيو عايز يخنقها بيدخل مرة واحدة جوزها ابو العز وينادي عليه بيقول له يا غازي انت قل بتعمله ده انا مش هسأل عن السبب اللي ورا الخناقة بتاعتك ده لكن انا عايز افهم ليه امديت ايدك على مراتي انا مش هسمحلك طول ما انا عايش انك تمدي ايدك على مراتي وبيهدود لو اعمل الحركة ده تاني ممكن يعمل فيه حاجات مش كويسة ومش حيبه مبسوط بيها بعد كده بيتكلم مع مراته وبيقول لها ان اخوك ده مش عائل خالص بيقول له خلاص ما حصلش حاجة الموضوع عادة بيقول لها تنظف البيت عشان خاطر عزه هيقعد فيه لكن بتتفاجئ وبتقول له عزه هيفضل قاعد هنا ردت وقال رد وقال ايوه في حاجة عندك مشكلة قالت لا لا مفيش مشكلة عادة يقعد وطبعا كانت زهقانة جدا بعد كده منلاقي ابو الريح وطبانج قاعدين بيتكلموا ويشوفوا هيعملوا ايه في اللي شافوه ده ابو الريح بيقول له احنا نروح نقول لابوها وناخد فلوس يعني نبتزهم فيقوم يتفعلين عشان خاطر البنت ما تتفضحش رد وقال له انت ما بتفهمش يا ابو الريح ازاي الموضوع ده طبعا غلط ليه بقى لانه ممكن حيموت البيت ويجي موتنا احنا كمان انت مش عارف اول عزه صعب ازاي فازاي بتقول الكلام زي ده قاله ما انت عايز ايه اذا كنا احنا كان المفروض نقول له عشان خاطر ناخد فلوس وخلاص الموضوع يعدي على كده قال له انت فكرة جديق جدا وحتى لو هاخدنا فلوس هنصرفها وخلاص لكن احنا عايزين نبقى تجار عايزا نجبر مش عايزين نمش كده نخطف من التجار فلوس ونبقى زي الشحتين بس عايزين نبقى جبار جدا في السوق قال له هنبقى جبار ازاي قال له ما انا هفهمك بقى نعمل ايه قال له ايه اللي انت عايزه ايه اللي في دماغك قال له هيبقى الموضوع على سنة الله ورسوله قال له مش فاهم قال له يعني انا هتقدم لفاطمة واخطوبها من ابو العز وطبعا هيهدد بالفضيحة وبتخلص الحلقة الرابعة لحد كده يارب ملخص بتاعي يكون عجبكو ما تتسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد اشوفكم على خير باي باي